الجماعات الإسلامية الدعوية الموجودة في زمائنا هذا ونرى أنهم بدأوا ينشئون أحزابا تزاولوا العمل السياسي هل يسوق ذلك في الشرع أن أناسهم جماعات إسلامية دعوية ثم تنشئ أحزابا؟ ما المانع من ذلك؟ إذا كان ممارسة العمل السياسي في أدنى أحوالها قلنا بأنها مباحة ما الذي يجعلها مباحة لمن كان علمانيا محظورة على من كان إسلاميا؟ هذا سؤال السؤال الثاني بأنه إذا أرأى المسلم بأن ذلك يحقق مصلحة دينه أو يحقق فكرته التي يدعو إليها ما المانع من ذلك؟ وكما قال بعض المفكرين وهو الرئيس علي عزة بيغوفيتش عليه رحمة الله يقول إذا لم يهتم المسلمون بالسياسة فسيأتي سياسيون لا يهتمون بالدين يعني سيحكم سياسيون لا يهتمون بالدين ومن قديم قال غيره إما أن يسلم الحاكم وإما أن يحكم المسلم يعني إما أن هذا الحاكم الموجود إما أن يدين بدين الإسلام ويطبق أحكامه وإما أن يحكم المسلم الذي يعتقد بأن هذا الدين تطبيقه واجب وإهماله حرام نعم نعم لكن العلماء والدعاء المتخصصون بالشريعة هل يعني يسوغ أن يشاركوا في العمل السياسي؟ نعم يا أخي تحضرني كلمة قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لبعض ولاته ولي القراء ولي القراء القراء يعني العلماء اجعلهم ولاة فكتب إليه ذلك الرجل قال له بأنه قد ظهرت فيهم الخيانة قال له ويلك وليهم فإن كانوا خونة فغيرهم أخوا يعني الآن أنا أعجب سبحان الله يريدون من المهندس والطبيب والصحفي والزمار والطبال وربما الرقاص والكذا كل هؤلاء إذا تكلموا في السياسة لا نكير أما هذا الذي يقول قال الله قال رسوله إذا تكلموا في السياسة يقولون لا هذا ليس شأنك ليس عملك لو أنه مصطلح على أن السياسة علم وتخصص ما يتكلم فيه إلا من كان دارسا للعلوم السياسية متخصصا فيها لقلنا هذه قسمة يعني عادلة أما أن يتاح الأمر لكل أحد باستثناء علماء الشريعة باستثناء الدعاء إلى الله عز وجل فنقول لهم تلك إذن قسمة ضيزة ولكن أليس الدعاء أو حتى علماء الشريعة في زمائنا هذا يعني هم يتخرجون من الكليات الشرعية والكليات الشرعية الموجودة بمناهجها يعني لا تعطيهم الأدوات والملكات لأنه يساهموا في العمل العام يعني هي تخرجهم نحن نرى بحوث التخرج التي يعني تكون موجودة في البكالوريوس أو حتى في الماجستير والدكتورة في غالبها لا نقول كلها يعني في أمور في علم محترقة نعم يعني في قضايا تعبدية أو شيء من هذا لا بعضهم كتب في كسر همزة إنه أحكام كسر همزة إنه هذه التي يعني طبخت حتى احترقت من قديم ولذلك بعض شيوخنا ألقى محاضرة مرة سماء البهاليل في عصر الكمبيوتر نعم البهاليل جمع بهلول هو الفقيه فالمقصود بأن كلامك هذا ينطبق فعلا على السواد الأعظم هي خطة مدروسة والعلماء الذين حاولوا إصلاح التعليم الديني في بعض البلاد حوربوا أجوبه المحاولة التي قام بها الشيخ محمد عبده قديما في الأزهر المحاولة التي قام بها الشيخ العلام الطاهر بن عاشور في الجامعة الزيتورة في تونس ومثله ما قام به العلام البشير الإبراهيمي وصاحبه عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليهم في الجزائر هذه المحاولات كلها أميتت في مهدها من أجل أن يبقى طلاب العلم الشرعي بين أضابير الكتب يتحدثون في قضايا سالفة وقديمة لكن هذا لا ينفي بأن بعض العلماء الشريعة المعاصرين وهم الحمد لله ليسوا قلة لهم اتصال وثيق بالواقع ولهم دربة على ممارسة هذا الواقع معالجة قضايا ولذلك تجد كتابات كثيرة يعني حصلت في هذا العهد عالج قضايا شتى لذلك مثلا البحوث الاقتصادية التي صدرت عن بعض هيئات الرقابة الشرعية وهم علماء شرعيون أو التي صدرت عن المجامع الفقهية وقل مثل ذلك في أحكام النوازل الطبية وغيرها يدل على أن هؤلاء العلماء لهم اتصال بالواقع ثم لو فرض بأن هؤلاء كذلك فما ينبغي أن نرضى بهذا الواقع بل نسعى إلى تغييره